أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان رح أتكلم عن خمس أشخاص شهدوا لبر أو لبراءة المسيح لم نتوقعها عند صلبه ثلاثة استشهدوا واثنين انتحروا أكيد يمكن صار عندك فكرة عن هذه الشخصيات الشخصي الأولى هو قائد المئة قائد المئة يعني مسؤول عن مئة جندي وهذا الشخص يعني شاف مئات من الصلب ولسيما هو روماني وكان واقف أمام المسيح وشاف شيء عجيب سمع كلمات عجيبة من الرب يسوع المسيح وهو يغفر لصالبيه ويغفر لرؤساء الكهنة ورؤساء اليهود وفي نفس الوقت شاف ظلمة كثيفة غطت الأرض وزلزلة عظيمة هاي الزلزلة طبعاً هزت الأرض في أورشاليم وهزت نفس قائد المئة اسمع ما قال حقاً كان هذا ابن الله هذا قائد روماني وثني أممي لا دخل له فيه لكن فيه إعلان فيه شيء صار معه في إنجيل لوقة مكتوب فلما رأى قائد المئة ما كان مجد الله قائلاً بالحقيقة كان هذا الإنسان باراً فإذن الشهادة الأولى شهادة شخص أممي شهد لبر المسيح أن المسيح بار بلا خطيئة وأنه غير مذنب الشخصية الثانية هي شخصية يهودية واحد من تلميذ المسيح يهوذة الإسخريوطي مع أن الرب يسوع حذره مراراً وتكراراً ولكن أخيراً سلم الرب يسوع المسيح وباعه بتلاتين من الفضة ولما ابتدى يشوف أحداث الصلب رجع ورمى المصاري رمى الفلوس أمام الكهنة وقال هذه العبارة من الشخص اللي خان يسوع المسيح اسمع ما قال قد أخطأت إذ سلمت دم بريء ياريت أنه تاب كما تاب بطرس الرسول ولكن للأسف يهوذة الإسخريوطي ذهب وانتحر وقتل نفسه أما الشخصية الثالثة اللي شهدت لبر المسيح هي زوجة بيلاتوس زوجة بيلاتوس بحسب تقليد الكنيسة اسمها كلوديا بروكيولا أو بروكيولا كلوديا اللي هي كانت زوجة الحاكم زوجة الوالي بيلاتوس وشافت حلم وبحب أقرأ الكلمات في إنجيل متى إصحاح 27 والآية 19 وإذ كان جالساً عن بيلاتوس على كرسي الولاية أرسلت إليه امرأته وقائلة إياك وذلك البار لأني تألمت اليوم كثيراً في حلم من أجله وطبعاً رؤساء الكهنة ضغطوا جداً على بيلاتوس إنه إذا فعلت مش راح تكون محب لقيصر وشخصية بيلاتوس عاوز يرضي اليهود فرضخ لأوامر اليهود بدل ما إنه يرضخ لضميره لكن لاحظ أنه الله أعلن عن ذاته لهذه الإمرأة برؤية بأحلام والله بيتعامل مع كل الناس حتى لو كانت زوجة الوالي وهون كانت نقطة التحول والتفاعل الخاص في حياة إكلوليا قالت لأني تألمت كثيراً من أجل ذلك البار بالحقيقة إنه هذا الإنسان أظهرت شجاعة لا نظير لها في موقف محرش جداً أمام المحاكمة أمام الرؤساء وأمام الجمعة التي تصرخ أصلبه وأمام بيلاتوس فأظهرت شجاعة وقالت إنبه هذا التحذير كان لبيلاتوس لكن مشورة الله المحتومة بصلب المسيح لابد أن تتم ولكن هذا كان انظار لبيلاتوس نشوف أنه كانت أمينة جداً نقلت الحلم مثل ما هو كما شافت هذا الحلم لم تسكت ولم تشترك في خطايا الآخرين علمت أنه بار يسوع المسيح يعني تألمت كثيراً من أجل ذلك البار عرفت أنه غير مزنب فإذن يعني وهي عارفة لأنه أكيد عندها اطلاع اليهودية ليس بار إلا الله وهذا الصراع اللي كانت بتواجهه عملت قرار خطير لأنه هذا القرار ممكن يؤدي حتى في موتها أنه قالت إياك وذلك البار فإذن فعلاً قالت هذا الإنسان بار وكل موقف في هذا الموضوع وضح أنه هي شهدت لبراءة المسيح أما بيلاتوس لأسباب سياسية اجتماعية مناصب حتى يرضي للأسف رضخ لليهود فلأهمية هذا الحلم بالحال رحت لبيلاتوس ما استنتش لأهمية وخطورة وجدية هذا الموقف رغم اقتناع بيلاتوس ببراءة المسيح لكنه نفذ الحكم أما الشخصية الرابعة أكيد استنتجته اللي هو بيلاتوس نفسه بيلاتوس نفسه كان بيكره اليهود ولكن بعد كل المحاولات قال عبارة يعني شوف شو عمل أخذ ماء وغسل يديه قدام الجميع شهادي وقال هذه العبارة إني بريء من دم هذا البار شخصية رابعة يعني مش بس زوجته حتى هذا الشخص المتعجرف المتغطرس اللي كان قلبه مثل الحجر وقتل آلاف من الناس حتى يصل لهذا المنصب ولكنه قال عن يسوع المسيح إنه بار وأخيرا أحبائي اللص التائب قال هذه العبارة أولا تخاف الله إذ أنت تحت الحكم في محله يعني تحت الحكم بعينه أما نحن يتكلم اللص لللص الآخر أما نحن فبعدل لأننا ننال استحقاق ما فعلنا وأما هذا عن يسوع المسلوب وأما هذا فلم يفعل شيئا ليس في محله فعلا أحبائي هذا اللص تاب لأنه أدرك أنه يسوع هو البار فإذا هاي الشخصيات أحبائي قائد المئة اللي اسمه لونجينوس بحسب تقليد الكنسة إنه مات شهيد من أجل يسوع المسيح أما يهوذة الإسخريوت فنحن نعلم من كلمة الله إنه انتحر يعني مات منتحرا الشخصية الثالثة إمرأة بيلاتوس نتعلم من التقليد الشرقي إنها آمنت بيسوع المسيح واستشهدت من أجل يسوع المسيح أما بيلاتوس طرد من وظيفته بعد عشر سنين يعني من ستة وعشرين لستة وثلاثين ميلادة وانتهى به الحال وانتحر في بلاد الغول أما الشخصية الخامسة اللص التائب استشهد من أجل شهادة الرب يسوع المسيح فإذن اللص التائب وكلوديا زوجة بيلاتوس وقائد المئة استشهدوا التلاتة وشهدوا لبر المسيح لكنهم ماتوا من أجل المسيح أما يهوذة الإسخريوطة وبيلاتوس انتحرا وللأسف كان مصيرهم مصير مؤلم جدا مع أنه أدرك بيلاتوس برائة المسيح لكنه تجاهل كل شيء وأسلم المسيح للصلب قال الرسول بوترس في أعمال الرسل الصحيح 3 أنتم أنكرتم القدوس البار وفي رسالته الأولى الصحيح الأول قال المسيح تألم البار من أجل الأثمة والرسول بولوس قال وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم وقال لست أستحب إنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهود أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله الكلام واضح معلن بر الله وهكذا في روميا إصحاح 3 يقول في كورنتو 6 إصحاح 5 آية 21 وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه أي في المسيح فإذن الصليب هو الحد الفاصل الذي يؤمن بالرب يسوع المسيح له حياة أبدية الذي لا يؤمن له الهلاك الأبدي هو حد فاصل اللص اللي جدف على يسوع لم يؤمن بيسوع راح للهلاك الأبدي أما اللص التائب فراح إلى الحياة الأبدية وهكذا قائد المئة كان واقف قدام يسوع نال الحياة الأبدية أما المسؤول عنه بلاطوس أنا بتمنى لأنه بعض التقليد بيقولوا أنه بلاطوس مع زوجته آمنه لكن بحسب كيف كتابات أنه في أيام بلاطوس كيف حكم على يسوع المسيح برضو أنه انتحر بسبب هذا الموضوع أحب أعوز أقول أنه الصليب بيفصل بين الظلمة وبين النور بين الحياة وبين الموت وأنا بدعوك اليوم أنك تختار الحياة وتنال التبرير من خلال بر المسيح وهذا موقف قضائي الله بينظر إليك من خلال ما فعله المسيح فتتبرر أمام الله لأنه لا يستطيع أحد أن يرضي الله لا ببره ولا بأعماله ولا بصلاحه ولا بذبائحه ولا بأي شيء اللي بيرضي الله هو عمل المسيح الكامل الكفار على الصليب والمسيح غطانا وسطر عيوبنا والله بينظر إلينا عندما نلتفت إلى صليب المسيح ننال الحياة الأبدية ربنا يباركك وشارك هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر